تلف الجانبان التركي والروسي تركيا ترى ضرورة وقف التنظيمات الإرهابية عملياتها العسكرية بينما ترى موسكو أن النصرى وداعش لن توقف هذه العمليات ولا بد من القضاء عليها هل كانت تبحث هنا تركيا عن فرصة لإعادة التفاوض والتواصل مع جبهة النصرى والجماعات المسلحة لحل نفسها أو الاندماج مع غيرها بعد أن فشلت في هذا التفاوض من قبل نعم أصلا خير لك وللمشاهدين وضيفيك الكريمين أعتقد بأن القرار النهاي وهو ربما نتيجة رئيسية بشأن هجوم سريع على إدلب في أقرب وقت لم يتخذ بعد رغم البيانة التي بالمناسبة تضمن عبارات ضبابية نوعا ما حيث لم يتضح منه متى سيبدأ الهجوم وبأي حجم سيكون هذا الهجوم واضح تماما الشيء الرئيسي وهو بقاء الخلافات بين موسكو وأنقرة حتى هذه اللحظة وهذا ما شاهدناه وسمعناه عندما وهذا الأمر كان يزير دحشة والاستغراب بلد الكثيرين كان هناك بس مباشر لكل تفاصيل القمة ليس فقط اللقطات الأولى كمجارة العادة وإنما القمة كلها التي بيّنت مدى الخلاف الكبير بين موسكو وأنقرة ووضح تماما أن الجانبين الروسي والتركي بحاجة ربما إلى المزيد من المشاورات والاتصالات على مختلف المستويات حتى على أعلى مستوى سياسي لإتخاذ قرار النهائي سؤالي هنا هل كانت بالفعل تركيا تسعى لفرصة أخرى للتفاوض مع الجماعات الإرهابية سيد فجيني أعتقد بأن تركيا ربما أخذت على تقي هذه المهمة رغم أن هذه المهمة تبدو نوعا ما متعذرة من حيث إمكانيات تركيا حتى إذا تفقت تركيا مع الجزء ممن يسمونها بالمتشددين فهذا لا يعني أن القضية ستصبح محلولة لأن هناك الكثيرين من هيئة تحرير الشام لا يريدون تسليم السلاح ولا تنفيذ أو القبول بالشروط المطروحة عليهم من قبل تركيا لذلك أنا لا أعتقد بأن تركيا بإمكانها أن تصل إلى أي نتيجة إيجابية بهذا الشأن ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تلجى تركيا إلى مساعدة أي طرف آخر أم أنها ستظل تصر على إمكانياتها أو قدرتها على التعاطي مع هذا الموضوع بإيجابية ولكن هذا سوف يؤجل البدء بهجوم على إدلب ربما لأجل غير مسمى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر